يجلس المعلم سامح الجزار أمام محله منتظراً للزبائن الذين تراجعت أعدادهم بشدة خلال الفترة الأخيرة أسعار اللحوم الحمراء قفزت إلى أرقام غير مسبوقة سامح وغيره من الجزارين يؤكدون أنهم يتضررون بسبب هذه الأسعار التي لا دخل لهم في تحديدها الشغل معادش ربع لأول يعني الجزارين كلها كله بيعاني من قلة الشغل وما الغلب فالجزار اليومين دولي يعني مسك نفسه شوية عشان ما يقفلش يعني سادتك في الغلبة في محلات كثير قفلة أما الزبائن فقد عبروا عن استياءهم الشديد من الزيادة في الأسعار قبل أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى أنا معي 310 جين أجيب لحمة طب هو المرتب فيه كم أو المعاشي مثلاً فيه كم 350 ما عندناش جادرين نخش عليها ولا ناكلها نص كيلوه علشان واحد مريض عاملين له عملية فهو خد له نص كيلو يعني بطلوع الروح أما أصحاب مزارع المواشي فيؤكدون أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الزيادة الكبيرة في التكلفة وزيادة أسعار مشتقات الأعلاف بسبب أزمة الدولار يعني نحن النهاردة عندنا الصوية مثلاً كان في العيد الكبير السنة اللي فاتت كنا بنجيبها ب13 ألف ونص النهاردة وصلت عدت إلى 40 ألف جنيه طبعاً ده مش السعر الطبيعي بتاعها يعني ده لعدم توفرها المسؤولون الحكوميون يرجعون ارتفاع أسعار اللحوم لعدد من الأسباب بداية من تعطل سلاسل الغذاء العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تبعات الحرب في السودان التي عطلت عمليات الاستراد الحكومة قررت مضاعفة استراد كميات أكبر من اللحوم من عدد من الأسواق الإفريقية والدولية خلال المرحلة المقبلة الكثير من المواطنين يتجهون لشراء اللحوم من المنافذ التابعة للدولة بأسعار أقل أنا باقي اشتري من هنا عشان السعر رخيص سوف نتجزرني من البر أنا جاي أخذ اللحمة من هنا حلوة وأرخص من الجزارين برا الفترة الماضية شهدت إغلاق عدد من محال الجزارة استجابة لدعوات المقاطعة بينما ينتظر المصريون عيد الأطحى تبقى مسألة شراء اللحوم الحمراء هاجساً للكثيرين الذين يتفاجأون بارتفاعات شبه يومية في أسعارها أحمد عثمان الحدث القاهرة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر